موسيقى هنا القاهرة الإخبارية أهلا بكم معنا من جديد تغطية تستمر معكم نتابع فيها في تلك اللحظات آخر تطورات قضية تسريب معلومات سرية من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو وأيضا آخر التطورات في قطاع غزة موسيقى غطاء غزة في حالة سرية موسيقى اشتركوا في القناة اعلنت هيئة البث الاسرائيلي اعتقال عدد من الاشخاص في مكتب رئيس الوزراء بنامي ناتنياهم بسبب تورط في قضية امنية تتعلق بالاجتباه في تعريض اهداف الحرب في غزة الى الخطر وقد اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى ان الشبهات تتعلق بنقل وتسري بوثائق سرية بشكل غير قانوني حصل عليها الجيش في غزة وقد تم التلاعب بها لتلائم وجهة نظر ناتنياهم اوضحت ان القاضية تتعلق بتعين ناتنياهم متحدثا باسمه شاركة في اجتماعات امنية حساسة دون اشراف امني وقد اصرب ملفات ووثائق تم التلاعب ببعضها وقد نقل موقع اكسيوس عن مسؤولين اسرائيليين ان الجيش طلب تحقيقا بعد تسريب تقرير استخبارات سري للغاية الى احدى الصحف الالمانية قال الموقع الامريكي ان هناك تساؤلات حول مدى علم رئيس الوزراء بن يمين تنياه بهذه التسريبات او مدى ضلوعه فيها اضاف موقع اكسيوس ان الاعتقالات تأتي في اطار ما يرجح ان يكون اكبر فضيحة بداخل حكومة ناتنياهم منذ بداية الحرب في غزة وقد ذكر الموقع الامريكي انه من المحتمل ان تعمق فضيحة التسريبات من حالة عدم الثقة والتوتر بين ناتنياهم والجيش واجهزة الاستخبارات فيما اتهم زعيم المعارضة الاسرائيلية يئي لبيد رئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين تنياه بالسعي للقاء اللوم على الاخرين رغم مسئوليتي الشخصية عن كل ما يخرج من مكتبه اكد لبيد ان قضية التسريب الخاصة بالوثائق تتعلق بالعلاقة الوثيقة ما بين المؤسسة الامنية ورئيس الوزراء حيث اشارة الى ان ما حدث يهز اسس وثقتاء الداخل الاسرائيلي في طريقة ادارة الحرب وفي التعامل مع القضايا الاكثر حساسية والقضايا الامنية الخطيرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومباشرة من السيدهاتنا في العاصمة المصرية القاهرة الدكتور ايمن رقب استاذ العلوم السياسية بعد تحية دكتور ايمن التحقيق الذي طلبه الجيش الاسرائيلي بعد ان تم تسريب تقرير استخبارات سر للغاية الى واحدة من الصحف الالمانية ترى من الذي له المصلحة في هذا التسريب وايضا اهمية هذا التوقيت بعد تحية لك اخي الكريم ولكل المشاهدين الكرام طبعا موضوع التسليب يعني يتم تناقله منذ ساعات متأخرة من فجر امس من خلال طبعا موقع اكسوس الذي نقل ان هناك فضيحة داخل مكتب رئيس حكومة الاحتلال ونتانيهو طبعا مباشرة نفى كل هذه التسليبات ولكن هذا يعطي اولا نموذج على حجم الفساد الذي يستشري داخل هذه المؤسسة التي طبعا تخد كل هذه الحروب وكل ما هو مطلوب ان طبعا مجلس او رئاسة غسراء او مكتب رئاسة غسراء ان ياخذ ابنتانيهو قبل ذلك حتى عندما قام بن غفير باختحام مسجد الاقصى قيل انه لم يمنح تصريح ولكن بن غفير قام بنشر وثيقة تؤكد انه منح تصريح من طبعا مكتب رئاسة وزراء انتانيهو بالتالي كل الامور تذهب بهذا الاتجاه انا اعتقد بشكل قطع ان الامريكان الذين شعروا بالاخفاق من ان يصلوا الى اتفاق قبل الوصول الى طبعا الانتخابات واضح انهم ارادوا ان يسربوا هذا الخبر بشكل او باخر لان التسليب كان من نشرته اكسوس قبل ان ينشر الاعلام العبري وبالتالي كان الحديث بشكل واضح ان الامر هذا التقرير الذي سرب الى الصحافة الالمانية بيعة طبعا بمبالغ طائلة من قبل طبعا لم يذكروا اسم هذا الشخص ولكن قيل من اقرب المقربين الى نتانيهو وعينوا مستشار له وكان يحضر الجلسات المغلقة ولديهما حاضر جلسات مغلقة اذا غدا سيتم نشر بالتأكيد او في ساعات متاخرة من اليوم سيتم نشر اسم هذا الشخصية ولكن بالتأكيد عندما بدأت عملية الاعتقالات بدأت عملية التحقيق وهذا طبعا يظهر ان هناك بالفعل بدأت الهزة في اركان طبعا اقل تخديرنا تحدث في مجلس وزراء نتانيهو بشكل اباخر ولديهم ازمة في الميزانية بعد ان اصر بن الغفير على عدم التصويت على الموازنة التي رفض سموت ريتش ان يمرر له ما يريد وبالتالي لديهم ازمات كثيرة لكن انا اعتقد ان الحديث عن هذا التسريل في ملفات استخباراتية حساسة نتانيهو يريد بشكل اباخر ان يتلاعب في هذا التقارير لاستمرار الحرب ودائما كان طبعا بشكل اباخر معني باستمرار الحرب اذا هو يدرك ان توقف الحرب يا صديقي سيدهب به الى ان يدفع ثمن بشكل مباشر ان يدفع باتجاه ان يذهب الى انتخابات مبكر هو لا يريد ذلك وبالتالي كان دائما يقوم بين الفين والاخرى بتوجهات طبعا الى من هم في الدار المغلقة معه حتى في مجلس الوزراء او في مكتب مجلس الوزراء بالتلاعب في هذا التقارير لضمان استمرار الحرب وانا اعتقد ان هذا التقارير كانت تم تعديلها وطبعا الاقناع الامريكان والغرب بضرور دعمهم يعني السؤال هنا يعني برأيك دكتور ايمان ان نتانياهو يعلم بهذه التسريبات وكما قيل انه حتى انه ضالع في تلك التسريبات في هذا التوقيت لا انا استبعد بصراحة ان نتانياهو يكون ضالع في هذه التسريبات لكن نتانياهو ضالع في التلاعب في هذه التقارير لان لو تبعنا خلال ايام الماضية تصريح وزيرة الخارجية الالمانية وهذا الشيء كان بصراحة مستغرب ان تدافع عن الاحتلال الذي كان يستهدف المدارس والمشافي بشكل اساس ويقول ان هذا الامر يأتي نتيجة وجود مقاتلين في هذا الامكان هذا جزء من التقارير التي كانت التلاعب بها وبالتالي اقنع الالمان بهذا الامر واخنع الدول الغربية اخرى بهذا الامر بان هناك وجود لمقاتلين في هذه الامكان ولكن كان يثبت دائما ان هذه الاماكن من يرتقي بها شهيدا هم من النساء والاطفال ولكن عندما يدافع عن دورة الاحتلال يدافع من ذلك يعني هو يريد التلاعب في رأيك لكي تلأم وجهة نظره في استمرار الحرب على قطع غزة بالضبط اتفق معك كليا في هذا الامر ولذلك انا قلت اتوقع ان التسريب كان طبعا نشر او فضح هذا الخبر كان من قبل اتوقع الادارة الامريكية التي سأمت من نتنياهو خاصة انه نحن خلاص نقترب من فاضل ثلاث ايام وتبدأ الاقتراع النهائي للانتخابات اذا الديمقراطيين لم يوفقوا فسنرى وجه اخر للديمقراطيين خلال شهرين ونصف من حكمهم حتى تسليم ان كان طبعا يفوز المرشح الجمهوري ودفز المرشح ايضا الديمقراطي سنرى للرئيس بايدن وجه اخر ضد نتنياهو بالتالي قد يكون التسريب هو تسريب او الكشف عن هذه الوثائق وتسريبها من قبل الادارة الامريكية هنا دكتور ايمان كما قيل انه بطورة هؤلاء الاشخاص الذين تم اعتقالهم في تلك القضية الامنية انها تعرض اهداف الحرب في غزة للخطر ما المفهوم في هذه النقطة بالتحديد عندما يتحدثوا ان هداف الحرب كانت واضحة من قبل الاحتلال اسرائيلي القضاء على قوة المقاومة المقاومة ضعفت بشكل كبير جدا الحديث عن عودة الاسر الاسرائيليين وهناك صفقات كانت بالامكان ان تنجح في يناير والخطة المصرية في مايو الماضي ثم قرار 27.35 الذي كان واضحا في اتمام هذه الصفقة وتم موافق عليه في يوليو الماضي وكذلك المحاولات الجدية اذا هناك تلاعب ايضا في هذا الملف فالامر الاخر من سيدير غزة هذا الامر يرفض بشكل كامل نتنياهو ايضا طبعا بقاء الاحتلال في محور في لدي البلد يمثل حتى خطر كبير جدا على امن المنطقة واستقرار المنطقة بشكل عام وبالتالي رغم كل ذلك نتنياهو يصر على البقاء في ذلك هو يريد البقاء في استمرار الحرب ان كانت على شبهة غزة او شبهة لبنان وبالتالي اتحدثنا عن هذه التسريبات تخص غزة فقط فبالتالي هو يريد ان يتلاعب في كل هذه التقارير ان كانت على الملفات الاربع يعني عندما يكون هناك موقف امريكي واضح او موقف حتى غربي واضح بدرورة ان يتم تسليم السلطة قطاع غزة وحركة حمس توافق على ان يتم تسليم السلطة قطاع غزة انما يتم الحديث عن هيئة كما بشرت القاهرة في ذلك انما دعت حركتي فتح وحماس والان هناك ايضا لقاءات بدأت منذ امس بين فتح وحماس الحديث عن عادة الترتيبات لادارة غزة وانتالي هو يرفض كل ذلك بين الفين والاخرى يخرج في رفض كل المساعة التي تبدل في ذلك وكما اشترنا ستكتشف الايام القليلة القريبة ان هناك تلاعب في تغرير كثيرة غرر بها الغرب بشكل اساسي وغرر بها حتى المعارضة داخل دولة الاحتلال التي اجمعت بشكل عام للوقوف بجانب نتنياهو في حرب ضد الشعب الفلسطيني وضد الشعب اللبناني هذه القضية دكتور ايمن تتعلق بتعيين نتنياهو المتحدث باسمه شارك فيه كما قلنا الاجتماعات الامنية الحساسة دون اشراف امني لانه صرب معلومات طبعا وملفات كما قلنا تم التلاعب فيها كيف هدول هذا على حجم الاختراق الذي يحدث في مكتب نتنياهو ويمكن ان يحدث المستقبل ايضا وهشاشة السياج الامني للوزارات او المناطق الحساسة في اسرائيل في رأيك يعني قبل الحرب كان هناك ازمة كبيرة جدا بين الدولة العميقة في دولة الاحتلال ممثلة بالقضاء وبالاجهزة الامنية والجيش وبين نتنياهو الذي كان يريد ان يضع السلطة الاكبر في يد السلطة التنفيذية في يد الحكومة والكنيستو لانه اصبح اغلبية اصبحت هذا الامر بالنسبة له امر مهم جدا ليصبح هو بمثابة الملك داخل دولة الاحتلال يسيطر وينص ويصدر قرارات كما يشاء وبالتالي كان معمولا به ان نتنياهو في كل من يعملون في الدائرة المقربة من الحكومة ومن رئاسة الوزراء يجب ان تمر عبر طبعا كشف امني كامل وموافقة امنية ما قام به نتنياهو من خلال تعيين الناتق باسم نتنياهو باسم مجلس الوزراء وكذلك كاحد مستشري ومشاركته في اجتماعات مغلقة للحكومة والاجهزة الامنية كان منافيا لكل عمليات الفحص الامن لذلك قيل ان هذه الشخصية قد تكون اصلا مجندة لدول اخرى وبالتالي تمكنوا من الاختراق لذلك عندما نتحدث اخر الكريم ان هناك اربع ملفات فساد لذلك الان يتهرب لديه جلسة في 11 نوفمبر الحالي وهو يريد طبعا بحجة انه قد يعرض حياته للخطر لا يذهب الى هذه المحكمة اذا هو نفسه رئيس الحكومة لديه اربع ملفات فساد فطبيعي جدا من سيكون فجوقته هم من الفاسدين امثاله وبالتالي جاء بولاء دون فحص امنه هنا تبدأ المشكلة بين الدولة العميقة الموثل في الاجهزة الامنية وجيش والقضاء ونتانياهو الذي يريد ان يفعل ما يشاء ويترك العنان لباقي العصابة التي معهم وثمثلة في سمت ريتشو بن غفير لكن هنا يأتي في توقيت يعني بعد اسابيع قليلة من الاعلان انه تم اكتشاف جواسيس يعملون لصالح ايران في داخل اسرائيل هنا الكشف حول هشاشة الوضع الامني او السياج الامني لمؤسسات الامنية الحساسة في اسرائيل فكيف برأيك يمكن ان يمثل هذا خطورة بانك قد ترى ايضا وثائق ومعلمات اخرى يمكن ان تصرب بالقادم دولة الاحتلال يا صديق لم تعود هذه الدولة السابقة العقائدية التي نستطيع ان نقول انه من الصعب اختراقها بالتأكيد هناك حتى ما يكشف اعتقد القليل القليل من حقيقة هذا الامر هذا القيان اصبح هش ولنوم لان النظام اصلا هو نظام تحول بشكل او باخر نظام رئيس مالي عنيف في المشتمع فستجد من السهل تجنيد باقراءات مالية شخصيات كثيرة صح انه اكتشفت حتى الان ثلاث مجموعات كما يعلن الاعلام العبري تم تجنيدها من قبل حزب الله وايران لتنفيذ عمليات اغتيال حتى بالامس كانت الامر واضح حتى في رسائل مباشرة من الامين العام لحزب الله طبعا الجديد قاسم عيم عندما قال بشكل اساسي قد يقتل نتنياهو بصواريخنا او قد يقتل على يد اسرائيلي اخر اذا هذه ايضا كانت تلميحات بان بالامكان تجنيد اسرائيليين ليتمكنوا الوصول الى اعلى طبعا منصب داخل دولة الاحتلال السياسي وهو رئاسة الوزراء ويتم اغتياله وبالتالي كما اغتيال رابين سابقا بالتالي الامر لم يعد بشكل باخر اما التحريض عقادي اغتيال به رابين او تحريض شراء بالمال الفساد بالتأكيد مستشري داخل هذا الكيان هل يعني طول مدة الحرب على قطاع غزة التي اقتربت الان من عام وشهر بالتقريب تدخل في شهر الثاني ايضا عام وشهرين ادت الى تململ الداخل الاسرائيلي ادت الى نوع من التفقق في المكون المجتمعي في اسرائيل وبالتالي يمكن ان ترى انهيارا اكثر في القادم وايضا كثرة عدد الجواسيس كثرة عدد الذين يسربون نتيجة لكرههم لتملمولهم مما حدث من وضع سواء كان بتينيد ابنائهم او حتى بتردي الوضع الاقتصادي يعني عندما تراقب انت طبعا سلم التطرف داخل المجتمع الاسرائيل ستجد ان هناك تطرف عالي جدا واغلبية تؤيد السمراء للحرب والقتل وشعبيت نتانيوه او حزب الليكوت بالتحديد تزيد كلما اوغر في الدم عندما اقتلى حصل نصر الله زادت شعبيته عندما اقتلى يحريص النور زادت شعبيته عندما اقتلى اسماعيل هني زادت شعبيته وبالتالي يدرك انه كلما اوغر بالدم زادت شعبيته ولكن في المقابل نحن ننظر من زاوية اخرى ان هناك 33% من طبعا سكان المجتمع الاسرائيلي يريد ان يغادروا نتيجة فقدان الامل وفقدان الاستقرار بشكل عام ما حافظ على الاستقرار الاقتصادي داخل دولة الاحتلال هو الولايات المتحدة الامريكية والصهينية العالمية التي حولت مليارات الدولارات الى الاحتلال اسرائيلي في تقرير بسيط قيل ان الولايات المتحدة الامريكية حولت خلال عام من الحرب 37 مليار دولار كاش غير طبعا المساعدات الاقتصادية والعسكرية التي لم تتوقف خلال اكتر من عام من هذه الحرب وبالتالي لو لا هذا الأمر لنهار لكن هذا أيضا من زاوية أخرى أنا عملية استغلال حاجات الناس وارد لأن جزء من التجنيد في العالمية تم استغلال به حاجات الناس وخاصة أن هذه الحرب طبعا كما نعلم دكتور أيمين خلفت عدد كبير من العاطلين والبطالة الذين كانوا يعملون في المصانع في السياحة التي تأثرت بشكل كبير طبعا جدا لقلة عدد السائحين المتواجدين نتيجة للمخاوف أو المقاطر الأمنية المتعلقة براحة الحرب والاستنافات المتكررة من الفصائل المقاومة إلى داخل إسرائيل وحتى وصولها إلى قلب إيلات والمصانع المختلفة يعني دولة الاحتلال تصنف دولة رفاهي عمليا طبعا حتى في إغلاق المصانع على خيرهم يوفروا أموال ورواتب لمن نتعطى العامل لكن المواطن داخل دولة الاحتلال يقيس بما تحصل عليه النخب السياسي يعني يروا حالة البذغ الذي يعيشها النخب السياسي من خلال السيارات الفارهة من خلال عدد المرافقين ويكفي أنهم كثيرا علقوا على يائير ابن نتنياه الذي يعيش وكأنه ابن ملك ويتنقل من دولة إلى دولة ويعيش في المنتجعات في حين أن أبناهم يذهبون للقتال في غزة وفي لبنان وجزء منهم يقتلوا هذا عامل لوحده كفيل بأن يكون عملية تجنيد والصيادة جزء منهم مارد من لا تستطيع تجنيده هو العقائد الذي يكون بالنسبة له عملية طبعا كما يسمى بالحاردين أو المتشددين الذين نرفضون طبعا التجنيد يعني موضوع الحاردين والحاردين بحد ذاتهم هو لا يريد أن يتجندوا بالقوة بالقانون في جيش الاحتلال لكن جزء منهم يذهب ويعدوا بالألاف للعمل داخل الجيش الاحتلال ولديهم واحدة خاصة واحدة التسعة تلاف هي واحدة أصلا من الحاردين والمتدعين وهلا أصلا يحاربون بعقيدة وهلا جزء منهم المشكلة الأساسية أنه يحارب بعقيدة وكانه عندما يقتل فلسطيني أو لبنان أو عربي بشكل عام يعتبر أنه يتقرب إلى الرب وهذه أو الأغيار كما يسمون الذين لا ينتمون إلى العرق اليهود بالنسبة لهم إن قتلهم وبالتالي يتقربون إلى الرب هو لا جزء منهم موجود لكن الحاردين لديهم مشكلة في القانون يعني منذ نشط دولة الاحتلال وبينغريون أصبح عرفاً لا يتم إلزام الحاردين في التطوع في جيش الاحتلال ولاحقاً سيق هذا على العرب يعني العرب بالعادة لا يتجندون ومن يتجند إما الدروز أو البدو بإرادتهم لكن العرب بشكل عام لا يتم تجنيدهم ومن يريد أن يذهب إلى التجنيد في جيش الاحتلال يصبح منبوداً داخل المجتمع العربي كما شرط بالستناء البدو والدروز الذين أصبحت مجتمعاتهم بالأغلب تقبل ذلك الحاردين بنفس الصياق هم أصبح عرفاً لا يخدموا في جيش الاحتلال والآن هم يريدوا أن يمرروا قانون أن تصبح سنوات التعلم في المعاهد الدينية بمثابة سنوات خدمة في الجيش ولا يطلب منهم خلال العامين الذين يقيموها في المعاهد الخدمة في الجيش هذا موضوع آخر غير عملية التجنيد داخل المجتمع الإسرائيلي إذا كان هناك تجنيد التجنيد يتم استغلال حاجات الناس هذا الشيء طبيعي كما أشترنا في أي عمل أمني ويتم بشكل آخر استيادهم ليس ضروري في داخل الإسرائيل أيضاً في ظل التكنولوجيا بالإمكان أن يصلوا لهم ويجندهم جزء من كما نتابع دائماً أن الديبويب أصلاً جزء منه يتم باستغلال هذا الأمر في عملية التجنيد أو التجسس بالتأكيد قد يكون هذا الأمر ينطبق في دولة الاحتلال في ظل هذا العالم التكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية التي تستطيع أن تصل إلى من تشاء فضيحة هذه التسريبات كيف يمكن برأيك دوتو الأيمن أن تعمق أو تسبب حالة من عدم الثقة حالة من التوتر بين نتانياهو والجيش وجاز الاستخبارات الإسرائيلية هو عملية الثقة مفقودة لكن هل هذه التسريبات أو هذه الفضيحة ستدفع باتجاه نهيار حكومة الاحتلال قطعاً لا يعني عندما يهدد حتى بن غفير أنه لن يصوت على الموازنة لن تنهار الحكومة لأن نتانياهو تسلح بقدع صعر وهو يحدث حال التوازن لديه الآن 68 مقعد في الكنيسة تعتبر من الحكومات الأكثر استقراراً وبالتالي ليس لديه مشكلة في هذا الأمر لكن المشكلة ستكون لاحقاً لكن أنا أعتقد تكشف الملفات هنا سيمثل عملية ضغط على نتانياهو باستمراره في رؤيته تجاه هذا الصراع وبالتالي تكون الأمور لديه مشكلة داخل الحكم بشكل أو بآخر وداخل المؤسسة التي يقودها في عملية التعامل مع ملفات كثيرة جداً الأجهزة الأمنية لن تثق بنتانياهو لن تعطي هامش كبير جداً في هذه الفترة وستدخل الأجهزة الأمنية في عملية مهمة جداً عملية التحقيق داخل مكتب نتانياهو بشكل أساسي لأن الآن الأجهزة الأمنية ستطالب نتانياهو أولاً لا يحق له تعيين أي في هذه الدائرة المغلقة عنده إلا بموافقة الأجهزة الأمنية وعملية الفحص والتطقيق في أي شخص يريد أن يعينها الأمر الثاني سيقوم بمراجعة ملفات كل من عينهم نتانياهو بشكل أو بآخر بالأمس كانت هناك أزمة بعيداً عن هذا الأمر أزمة على سبيل مثل رئيس سحرير صحيفة هارتس الذي اعتبر المقاتلين الفلسطينيين ليسوا رهابيين بل مقاتلين من أجل الحرية وبدأت تثور عليهم الدائرة إذن لديهم أكثر من ملف يتحرك بشكل أو بآخر لإحداث حالة داخل دولة الاحتلال لكن كما شرطي صديقنا الأمر لم يذهب باتجاه أن تنهار هذه الحكومة لكن ستململ هذه الأزمة وتحدث حالة داخل دولة الاحتلال من الأسف نتانيا ستطيع أن يتجاوز كل ذلك بكل سهولة لكن إذن هذا الكلام يمكن برأيك أن يهز ثقة الداخل الإسرائيلي أو المواطن الإسرائيلي في طريقة إدارة حكومة نتانياهو للحرب حتى هذه اللحظة؟ بالتأكيد يعني جزء من المتظاهرين الذين طبعاً خرجوا في مرات سابقة للمطالب بإتمام صفقة تبادل الأسرة هم لما يطالب وقف الحرب ومطالب صفقة تبادل الأسرة بشكل أباخر أن يأخذوا أسراهم أن يمنحوا الفلسطينيين جزء من أسراهم وبالتالي أن يكون هناك آلية لأخذ أسراهم لكن لا يتحدثوا عن آلية وقف الحرب حتى المجتمع لا يتحدث عن عملية التعايش مع الفلسطينيين أو أي مشروع سياسي لكن هذه الأزمة بالتأكيد ستحدث حالة من الخلال لكن أنا لا أعتقد أن الأمر سيدهم إلى أن تخرج مظاهرات وتحدث عملية العصيان المدني كما دعا له يهود ويلبرت أو يهود براك في الإسخاط هذه الحكومة الأمر لن يكون من أكثر من أزمة قد تكون بين السياسيين المجتمع الإسرائيلي الذي ينشغل في حياته العادية هو انتخب نتنياهو عليه أربع ملفات فساد يعني عندما نعود فقط إلى نوفمبر عام 2022 ومنتخب نتنياهو لديه أربع ملفات فساد وجاءوا به رغم كل هذه الملفات الفساد الثقيلة التي تعني بشكل العام أن رئيس حكومتهم فاسد ومرتشي وصارق وصارق ورغم ذلك انتخبه إذن لا رهان على هذا الشارع الإسرائيلي بشكل أبخر أنه يستطيع أن يؤثر بشكل مطلق على إسقاط نتنياهو بالعكس يروا أن لا شخصية الآن تنافس نتنياهو داخل الشارع الإسرائيلي رغم كل هذه الهزات الأربع ملفات فساد هذه فضيحة داخل مكتبه هذا لا يكترث للأسف الشديد الشارع الإسرائيلي وهذا أجلت انتخابات اليوم حتى إصلاعات رأي قبل هذه الفضيحة نتنياهو المرشح رقم واحد لمنصب رئاسة الوزراء يعني هل هذا يعكس مدى تطرف المجتمع الإسرائيلي في الداخل وأنه يعني فعلا يميني متطر بشكل كبير وبالتالي هو ينحاز إلى ما يتخذه نتنياهو من قراراته وكما قلت دكتور أيمن في البداية أنه كلما يتم الإغراق في الدم المواطنين الفلسطينيين الأبرياء في غزة أو في لبنان يعني ينعكس هذا على حال الداخل الإسرائيلي وبالتالي يلتفى حول نتنياهو يعني عندما نتابع أقل تقدير أنا عدت في الانتخابات نوفمبر عام 2022 وهي آخر انتخابات وجهة داخل دولة الاحتلال حزب ميرتس الذي استمره عنوان اليسار لإسرائيل الذي استمره خلال كل سنوات منذ التأسيس في أن يبقى حتى لو عندما كانوا يغير اسمه من شكل أباخر ظل في يحصل على أعضافي الكنيسة لأول مرة يخرج بشكل كبير جدا صحيح أن الفرق بين الكتل اليمينية والكتل اليسرية محدود يعني أربعة ثلاث صوت ولكن هذه الأربعة ثلاث صوت حسبت لصالح اليمين وأنت الآن تقيس إصطاعة رأي التي تجرى كل أسبوع في المواقع والصحف العبرية المختلفة ترى أن بالفعل سلم الصعود اليمين عالي جدا عندما تقر الكنيسة الاحتلال الإسرائيلي في فبراير وفي يوليو بأغلبية صاحقة حتى المعارضة تتضمي هذا العمر مع هذا العرب بعدم قيام دولة فلسطينية إذن هذا يعطي شكل أنه لا يوجد يصار داخل دولة احتلال يوجد يمين يقرب نفسه بأنه يمين وسط أو يمين أو يصار مثل يائير لبيد أو مثل المعسكر القومي أو غيره من المكونات المجتمع السلال أنت تنظر إلى خارطة الأحزاب الليكود يقوداتا تورا شاص الصهيونية الدينية بشقيها القوة اليهودية والصهيونية الدينية كتلة تنظر إلى آخر قدع صعر أمل جديد معه المعسكر القومي معه لبرمان معه طبعا يائير لبيد جميعهم يمين وبالتالي نحن نتحدث عن كل من يحكم داخل دولة الاحتلال اليمين ولا يطرح حتى مشروع سياسي للتعايش في هذه المنطقة في خلال فترة الحرب بشكل أو باخر رغم أنه قبل الحرب كانت هناك مراكز دراسات إسرائيلية تقول أن قوة تآكل جيش الاحتلال أصبحت كبيرة وبالتالي لا بد من عودة قوة الرد على جيش الاحتلال من خلال الانتصار في حروب خارجية وبالتالي بدأوا دائما يفكروا في الحرب على لبنان وليس حرب على غزة حدثت السابع من أكتوبر جرت الأمر لحرب إلى غزة طبعا نحن نقيس إنما كلما يذهب نتنياهو في بداية الحرب كان حزب الليكود يحصل على 15 مقعد آخر سطلعري أجريا بعد اغتيال يحيى السنوار أصبح 26 مقعد إذن هناك ارتفاع كبير جدا في سلم تأييد حزب الليكود الذي يمثل عنوان لليمين بشكل أو باخر داخل دولة الاحتلال سيانا كتلة الحاكمة داخل دولة الاحتلال الآن بشكل عام هذا الاتلاف لا يحصل على أغلبية لكن لنأتيبهم بليبرمان ونأتيبهم بالمعسكر القوم ونأتيبهم بيشعة ستجد أن الأغلبية يمينية تتجاوز 80% داخل المجتمع الإسرائيلي وهذا هو بصراحة الأمر الخطير الذي لا يؤسس على السلام في المستقبل حتى الجهود التي تبدلها مصر تارة المملكة العربية السعودية تارة في الحديث عن تحالف دولي لمواجهة أو لقيام دولة فلسطينية لا تجد شريك إسرائيلي لا يوجد شريك يوم بالسلام أو يوم بالتعيش في المقابل صناعة الكرياتي تصنع في المنطقة لا يستطيع أن يؤسس إلى سلام في ظل تعنت الاحتلال لإسرائيلي وكأننا سنعيش في حروب ممتدة إلى سنوات طويلة في ظل هذا الامين المتطرف الذي يزداد تطرفا داخل دولة الاحتلال ولا يعطي أمل للسلام بشكل عام في المنطقة ابقى معي دكتور أيمن الرقب سوف أعود إليك مرة أخرى فقد ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال قد ارتكب مجزرتين بقصف العمراء السكنية في جبالها بشمال قطع غز يقتون أكثر من مئة وسبعين مدنيا أكد الإعلام الفلسطيني السقوطة أربعة وثمانين شهيدين بينهم أكثر من خمسين طفلا بالإضافة لعشرات المفهودين والمصابين جراء هاتين المجزرتين وقد أفاد مرسل قاهرة الإخبارية بسشد سبعة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال بقصف إسرائيل قد استهدف منزلين في مخيم النصيرات بوسط قطع غزة أما في جنوب القطع فقد استشد ثلاثة فلسطينيين ووصيب آخرون اطلق قصف لقوات الاحتلال على بلدة القرارة في مدينة خان يونس وقد أفاد مرسل القاهرة الإخبارية بوقوع الشهداء ومصابين بقصف إسرائيلي سدف مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جبال البلد بشمال قطع غزة جاء هذا بعد سواعات من استشهاد عشرة فلسطينيين على الأقل لإصابة آخرين في مجزرات جديدة ارتكابها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه لمدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات بوسط القطع اشتركوا في القناة ينضم إلينا من نيويورك أحمد محارم الكاتب والباحث السياسي أحييك سيد أحمد كنا نتحدث منذ قليل عن تورط عدد من الأشخاص في قضية أمنية تتعلق بشبهات تسريب وثائق سرية بشكل غير قانوني هذا الإطار أو هذا المصار هل ترى أن للولايات المتحدة الأمريكية علاقة بهذا الأمر؟ صباح الخير والتقدير ينظر لمثل هذه التصريحات في هذا التوقيت أنها نوع من ظر الرماد وإلهاء الناس عن أساس المشكلة وتداعيتها بين يمين التناهو مستمر فيما يفعله أكتب من عام في غزة ومستمر أيضا فيما يفعله ومضى أكتب من فاة على ما يفعله في لبنان والمناوشات اللي بينهم وبين هدفه الثالث والأساسي والرئيسي أنه هو يواجه إيران ويوسع بائلة الحرب إلى أن تكون حرب إقليمية هو ينتظر لن يتوقف عن ما يفعله لن تتوقف الحرب إلا أن تتضح بعد نتائج الانتخابات من هو الرئيس القادم من هو القادم إلى البيت الأبيض في هذه المرحلة ممكن من يمين نتنياهو يبعان نوع من المساومة وأنه يقدم للساكن الجديد في البيت الأبيض أنه سوف يوقف الحرب ويترك هذه الهدية للقادم الجديد على أنه يقدمها للشعب الأمريكي أنني الرئيس القادم وأنني استطعت خلال فترة وجهزة أيام من فقط إعلان نتائج الانتخابات أنه هو دي للشعب الأمريكي وللعالم فبين يمين نتنياهو بيوسعو حتى تتضح نتائج الانتخابات هذه التصريحات التي طلعت اليوم أعتقد أنها نوع من رأس وإلهاء الناس عن حقيقة مهاجر في الأرض سواء في فلسطين أو في لبنان يعني إذن ترى أن نتنياهو أراد بمثل هكذا تسريبات نقلت من واحدة من الصحف الألمانية أن يستمر قدما في حربه على غزة وعلى لبنان بمعنى أنه يريد أن يطيل أمد وزمن الحرب نعم يستفيد من كل دقيقة ومن كل حدث ومن كل كذبة في أن يضمن استمرار ما يفعله أملا في أنه سوف يقدم للرئيس الأمريكي الجديد القادم والشعب الأمريكي والشعب الإسرائيل مسألة للحرب وافي تتبع هدية له للرئيس الجديد بالمقابل ما الذي سوف يعله ردا للجميل استمرارا لدعم إسرائيل من قبل القادم الجديد بشكل غير مسبوط طبعا يعني هو يتلاعب الآن في تلك اللحظات لأنه يرى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية لم يتبقى عليها إلا أيام قليلة وبالتالي هو يريد أن يرى أو يتعرف على الساكن الجديد في البيت الأبيض حتى يمكن أن يتعامل معه بآريحية في مدى استمراري في الحرب أو توقفه بالتأكيد طبعا هو ضامن تماما لا يوجد من يستطيع أن يوقفه لا بالقانون ولا بالقوة لا بيهتم بالأمم المتحدة ولا بضمير العالم ولا حتى بالإدارة الأمريكية في كثير من الأحيان كانت ترسل له وزير الخارجية ووزير الدفاع مستشار الأم القومي كبار المسؤولين الأمريكيين كانوا يروحوا في زيارات مكوكية حاملين رسائل إلى بين يمين الثاني يختار منها ما يتناسب مع طموحاته وما يريده ويعود يعني ودير خارجية 11 زيارة مكوكية أحد الأهداف المعلنة وقف الحرب والإفراج عن الرهائم لم يتحقق لهذا ونذاك هو بيكسب وقت نعم هو طبعا يرفض كل أي محاولات للتسوية بل هو يريد أن يضع في خاخن أمام أي محاولات للتسوية لكن في مثل هكذا وثائق سرية طبعا تتعلق وأنها وثائق بشكل غير قانوني يعني هناك من يتحدث على أن نتنيها هو الذي صرب هذه الوثاقة وهو الذي تلاعب في هذه الوثائق حتى يمكن أن يدفع بوجة نظره تجاه ما يحدث من مجازر وجرام حرب ضد المواطنين في غزة أو حتى ضد ما يحدث في لبنان كل ما أقيل يعني يقارب الحقيقة هو لو كان انتظر كمان أسبوع بعد خمسة نوفمبر بعد يوم الثلاث وطلعت هذه التساق إش ما يعني بتطلع في النهاردة فاضل خمس أيام على موعد للتخابات بتطلع في توقيت يريد إلهاء يعني من يهمه الأمر في الداخل الأمريكي أو على مستوى منطقة المشركة أو العالم حتى تمر هذه المرحلة يمر هذا الأسبوع وينتظر حتى الأربعاء والخميس ليعرف من هو القادم الجديد ويبدأ بقى في تقديم هداياه وينتظر مزيد من اقتصادها لكن السؤال الآن يعني مثل هكذا وثائق يعني تضر بالأجهزة الأمنية المختلفة يعني تناهو يمكن أن يسرب أو هو قد يكون مسؤولا أو غيره قد يكون مسؤولا عن تأثير بهذه الوثائق سيد أحمد لكن هذه الوثائق عندما تم تسربها تضر بالأجهزة الأمنية بأنها قد تكون مخترقة ليس لديها سياج آمن وأن هذا قد يتقرر في المستقبل فهل هذا برأيك يمكن أيضا أن يوتر العلاقة ما بين ترجع الأجهزة الأمنية وخاصة الاستخبارات الإسرائيلية وما بين الأتنياهو في نفس الوقت هو تحديدا لم يتم الإفصاح عن ما هي وما أهمية هذه الوثائق التي يعني تصربت تصربت قد يكون نوع من الوثائق التي هي من الممكن جدا أي أجهزة تسربها للإعلام لكن لم يتم معرفة الخطوط العريضة لهذه الوثائق المصربة من الواضح جدا أنها وثائق ليست ذاتها أهمية كبرى ولا تؤدي إلى أي نوع من الضرر مجرد بس يكون مفلاش يكسب بوقت يقول أن فيه وثائق تتحربت ويشغل الجميع بها وفي الآخر تحصيل حاصل نعم لكن لماذا هذا التوقيت بالتحديد نعم التوقيت لأنه يريد خلال هذا الأسبوع أن يتم تركيزه هو وأجهزته ودولته على الدعم الإسرائيلي ودعم الجالية اليهودية اللي موجودة في داخل أمريكا وبيشغل يعني هما في داخل أمريكا شغالين على الاثنين شغالين لو كسبت كاميلا هارس احنا معاها لو كسبت ترامب احنا معاها وبالتالي عندهم قضايا عايزين يشغلوا أطراف ممكن تؤثر على طبيعة الانتخابات فبتطلع مثل هذه التصريحات حتى تتح لهم الفرصة لتنفيذ أجندتهم المخفية وحتى لا يكون هناك أي نوع من رد الفعل من قبل قوم لا يريدون بإسرائيل خيرا لكن هناك علاقة وثيقة كما نعلم سيد أحمد محارم ما بين المؤسسة الأمنية وما بين نتنياهو كرئيس لحكومة الحرب لكن برغم هذا يعني كما قلت حضرتك أنه ينتظر الانتخابات الأمريكية بعد أياما سوف يتولى أو يجلس على كرسي لئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر طبعا بعد علان هذه النتيجة ألا ترى أن هذا التسريب للوثائق قد يهذو ثقة الداخل أو المواطن الإسرائيلي في حكومة الحرب يعني المواطن الإسرائيلي ثقته في حكومة الحرب مش حدتهزم من النهاردة من بداية 7 أكتوبر وهناك مراحل من الاحتزاز وعادة الثقة يعني لما يكون الأسرة بتوعهم لغاية النهاردة ما حصلش نجاح لمهمات استخباراتية أو مهمات عسكرية أو مهمات سياسية أن يتم الإفراج عنهم فيه مزيج من الإخفاقات وده اللي بيسبب المظاهرات اللي بتتوالى كل يوم سبت في الداخل الإسرائيلي وأمام بيت بنيمي نتنياهو كل هذا لا يؤثر أبداً في نتنياهو ولكنهم أعتقد مجمعين الكابنت المصاغل أن فيه خلال هذه الأيام القادمة قد يكون هناك سبب يجمعهم أن هذه التسريبات لا تضر أحد بل تؤدي إلى تحقيق هدف وهو تشغال وإنهاء الأطراف التي تتركز بين حتى يتم التعرف على من هو الفائز والقدم الجديد للبيت الأبيض يعني إذن ترى أن هذه المعلومات أو الوثائق يعني يمكن أن تؤثر أو تنعكس سلباً على عائلات المحتجزين في التخوف مثلاً في أن نتنياهو يعني لا يستطيع أن يحل مسألة المحتجزين لأن أنت تعلم يعني منذ بداية الحرب والحديث حول المفاوضات والمحتجزين سيد أحمد وتكلمنا في هذا كثيراً أن مسألة عودة المحتجزين أو إطلاق صراحيهم قد تكون فقط لازمة أو يعني هي كلمات فقط تتردد على الإنسان نتنياهو دول حتى الاهتمام بشكل جدي بهؤلاء المحتجزين هي الشماعة التي أنت عارف حضرتك المسلم البلدي بتاعنا مصمر بحق هي الشماعة التي علقها ولازال يعلقها بين يمين نتنياهو لو حصل قد إيه من المباحثات ومفاوضات حصلت في القاهرة وفي العاصمة القطرية تروحة قد إيه كمية المشؤولين الطاف والمنطقة وراحهم وجم وفي الآخر لا يوجد أي تقدم في هذه المساعدة معنى من يمين نتنياهو لا يهتم بالأسرق وعائلات الضحارة تدرك ابقى معي سيد أحمد لأننا سوف نعرض الآن هذه المشاهد المتداولة في تل أبيب في الداخل الإسرائيلي وذلك بعد الرشقة الأخيرة التي أطلقت من لبنان كما نرى في تلك المشاهد المتداولة هذا الصاروخ الذي سقط منذ قليل في تل أبيب وسط إسرائيل صواريخ تنطلق في كل لحظات من أكثر من مكان ودائما تدوي صافرات الإنذار في تل أبيب وسط إسرائيل والقبة الحديدية في تلك اللحظات تفشل دائما في اعتراض عدد من هذه الصواريخ التي ترسل بشكل كبير هذه اللحظة التي انفجر فيها هذا الصاروخ في وسط إسرائيل وذلك بعد رشقة أطلقت من لبنان وهذا التأثير الذي حدث بعد أن انفجر وكما نرى السنة النار المشتعلة في هذا المكان الذي سقطت فيه رشقات الصاروخية يعني حتى أنها تؤثر على المواطنين المتواجدين في تلك الأماكن التي تسقط فيها هذه الصواريخ إسرائيل تتعرض إلى هذه الشقات الصاروخية باستمرار ردا على الحرب المستمرة على قطع غازة وأيضا ردا على الغارات الإسرائيلية المتواصلة في الضحية الجنوبية في لبنان بل في أطراف متعددة في الحدود اللبنانية أعود لك مرة أخرى إلى نيورك السيد أحمد محارم الكاتب الباحث السياسي في ظل هذه التسريبات هناك رشقات صاروخية تستمر وتسقط في كل لحظة على وسط إسرائيل في تل أبيب بتحديد معنى أنها تختارق حتى القبة الحديدية التي يبدو أنها لا يمكنها أن تتابع أو تصد هذه رشقات الصاروخية بمعنى أن هناك ثغرات في القبة الحديدية كيف ترى هذه الصوريخ التي تتساقط باستمرار في إسرائيل حتى الآن لا أعتقد أن إسرائيل تدرك تماما حجم قوة وتسليح وتجهيز الجانب اللبناني حزب الله هم أعتقدوا لما أنهم قضوا على القيادات في حزب الله أو في قيادات حماس أن المسألة انتهت وأن المقاومة ستضعف بالعكس يبدو من بعد هذه الاغتيالات أن هناك إسرار على المقاومة وأن لازالت في ضعبة كلا الطرفين تجهيزات وتسليح وعناد لأن العنف التي تعملوا إسرائيل حيقابل بعنف مضاد إسرائيل خسرانا جدا على المستوى الإقتصادي وعلى المستوى الأمني لازال عندها آلاف من المواطنين مهجرين ومسكنينهم في الفنادق وبالتالي لا يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يستمر في الحرب لأن 70-80% من قواته اللي عاملة على الأرض هم من الجنود لإحتياط يعني كل واحد كل جندي من دول عنده وظيفة في البلد طبية أثر على الإقتصاد استمرار المقاومة في الجانبين اللبناني وفلسطيني كمية الصواريخ اللي بتطلقها المقاومة في الجانب اللبناني حسب الله أكثر من قدرة القبة الحديدية بيكون هناك نوع من التشتيت من القبة الحديدية وبالتالي يشوف تكلفة صاروخ اللي بتطلق من لبنان كام والصاروخ المضاد له من القبة الحديدية بيكلف كام في الحقيقة هناك مزيد من يعني التكلفة الغير عادية من الجانب الإسرائيلي ولكن بالأسف الشديد هناك استعادة أيضا غير مسبوخة من الجانب الأمريكي لدعم إسرائيل حماية ودفاع من المساة فكلام الحقيقة ما كنت يكون بالقصين ليس له معنا من الإعراض أشكرك حول هذه التفاصيل كنت معنا فيها مباشرة من نيويورك أحمد محارم الكاتب والبحث السياسي أشكرك شكرا جزيلا سيدي أعود مرة أخرى إلى سيديهاتنا في العاصمة المصرية القاهرة دكتور أيمن رقب أستاذ العلوم السياسية معنا مرة أخرى وحقيقة مرة أخرى دكتور أيمن كنا نتحدث مع السيد أحمد محارم في نيويورك وكنا نعرض أيضا مشاهد متدولة لسقوط صاروخ رشقة صاروخية أتت من لبنان في وسط تل أبيب تزايد مثل هكذا رشقات صاروخية في ظل الثغرات التي تتواجد في القباة الحديدية كيف تراها وأيضا كيف ترى حالة الهلع التي يمكن أن تصيب الداخل الإسرائيلي قراء هذه الرشقات الصاروخية في ظل أيضا تملم الداخل الإسرائيلي من الوثائق المصربة يعني وعدم ثقة الداخل الإسرائيلي أو المواطن في إسرائيل من قدرة الجهات الاستخباراتية والأمنية على حمايته يعني قبل أن ننتقل إلى موضوع السبريخ فقط لإكمال ملف ما كنا نتناقش عنه في موضوع الوثاقة المصربة كما نشرته موقع بلد الألماني الحديث عن وثيقة مهمة جدا هي وثيقة الصنوار كما قال وثيقة الصنوار حسب ما نشرته يدعوى تحرونة وثيقة تم التلاعب بها لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية بأن هناك مخطط كتبة من قبل حركة حماس بتهريب الأسرى الإسرائيليين عبر محور فيليدلفي إلى الإيران وإلى اليمن وهذا هو سر إقناع الأمريكان بضرؤة وجود الاحتلال الإسرائيلي في محور فيليدلفي بشكل وباخر إذن التلاعب أيضا في هذا الأمر سيمس كل ما كان من تقارير يتم إقناع الأمريكان بها والغرب بشكل عام ويجب أن يبنى على هذا الأمر بشكل كبير جدا الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بالتحدي الشيم بيت الذي من صلاحياته الموافق على كل التعينات هو لم يوافق على هذا الشخصية الذي لم يعلن اسمه حتى الآن وقال أنه من الأقرب المقربين لنيتانياهو في المجالات عدة ونتانياهو وكله بعدة مهام وكان قد فشل في البحث الأمني إلا أن نتانياهو أصر على تعيينه وهذا أعتقد سيكشف مع الوقت حجم هذه التقرير الأمر لا يتعلق في وثيقة واحدة وثيقة السنوار واحدة وثيقة آلية التعامل مع موضوع المختطفين كيف كان هناك اتفاقيات ووثاق أخذت من غزة أيضا الأمر يتحدث عن وثاق أخذت أيضا من إيرز ومن وحدة 8200 في السبع من أكتوبر العام الماضي إذن قضايا كثيرة سيتم تسريبها تباعا ونشر تباعا كيف يتم تسريب ذلك والأمر لا يتعلق في شخص الآن العنوان شخص ولكن الأمور تدور حول مجموعة كبيرة متشعبة من عمليات الاختراق التي تمت خلال الفترة الماضية ويقول أن جزء من هذه التقرير التي أرسلت للصحف أمريكية وإسرائيلية وألمانية أيضا جزء من هذه التقرير سربت وبيعت إلى دول طبعا من ضمنها التلميح إلى إيران هنا قد تكون قد قامت بشراء بعد هذه الوثاة لنعود إلى موضوع السبريخ بالخلال تقرير نشرته جريد في دعوة حرونوت بالأمس قالت أن شهر أكتوبر بالعادة أصبح وكانها نموذج لشهر الدماء داخل دولة الاحتلال في شهر أكتوبر 88 قتيل من جيش الاحتلال ومستوطني خلال شهر أكتوبر لوحده 6500 صاروخ ألقيت في شهر أكتوبر بل معلومات تتحدث على يعني الوصول إلى مئة قتيل في شهر أكتوبر هذا العام واعتبرهم مراقبون أنه من أكثر الشهور دموية للقتل الإسرائيلي بتأكيد الأرقام هذه غير دقيقة لكن أنا قلت ما نشرته يدعوه تحرونوت في هذا الرقم يا صديق وبالتالي الأرقام بالتأكيد هناك عملية تعمية وتضليل والأرقام لا يتم الحديث عنها يعني عندما تحدث يائر لبيد أن هناك 900 قتيل منذ بداية الحرب في غزة ولبنان وأن هناك أكثر 15 إصابة خرجت مباشرة هي القتلى والمصابين في جيش الاحتلال لإعلان أرقام قالت أن لدينا 870 قتيل ولدينا 12 ألف جريح لذلك عندما يكون هناك تسريبات يتم مباشرة المحاولة لإظهار أرقام من باب التأكيد لكن بالتأكيد شهر أكتوبر كما أشرنا يعتبر من أعنف الأشهر التي مرت على الاحتلال إن كان أكتوبر عام 73 أو أكتوبر عام 2023 وحتى أكتوبر الحالي عام 24 بالنسبة لهم الآن عندما تهدف عن سوريخ تضرب تلبيب تضرب المركز أيضا هناك صاروخ ضربة في الشمال في أطير سعيان أطير منطقة عربية هناك 11 إصاب لكن عندما تكون هناك قبة حديدية تكلفت كما أشار ضيفك من واشنطن هذا الصاروخ الذي يلقى من جنوب لبنان أو من غزة أو حتى من اليمن أو حتى من العرق تكلفته لن تكون بالقدر الذي يكون صاروخ القبة الحديدية أو المقلع داود أو حتى منظوم الثاد الجديدة الأمريكية التي يكلف يقدر الصاروخ الواحد منها بمليون دولار إذن التكلفة العالية طبعا من نسبة الاحتلال كبير جدا لذلك نحن نقول أن مثل هذا الكيان الذي يعتمد بشكل عام على المساعدات والدول التي تسانده لن تستطيع أن تتمول هذه الحرب بشكل طويل إلى مدى طويل جدا ولذلك نموذج أوكرانيا وروسيا كيف تتعامل روسيا مع هذه الحرب بنفس طويل بإمكان أن تستخدم أسلحة تحدث حالة كبيرة جدا ولكنها تتعامل بنفس طويل نفس النظام نحن ندفع ثمن في هذه الحرب الثمن هو دم ولحم وليس لدينا ما نمتلك غيره ورغم كل ذلك هذا يعطي نموذج أن عندما تطلق رغم كل هذه الأمكانيات التي تحيط في دولة الاحتلال التي تحولت إلى حالة دفاعية بالعادة الاحتلال هو الذي يقوم بالهجوم لأن لديهم سلاح جو متقدم ورغم كل ذلك هذه الحالة التي يعيشوها منذ أكثر من 13 شهر هذه لا تستطيع تجعلهم يعني السقوط مثل هذا الصاروك في وسط تل أبيب طبعا وأكيد هناك إصابات جراء هذا السقوط لم نتعرف حول حجم هذه الإصابات إصابات أو أضرار في البنية التحتية كما نرى في تلك المشاهد المتدولة مطاردة لعدد كبير من المسيرات في الأيام الماضية تحاول أن تضرب أيضا إسرائيل في داخلها كيف يمكن أن يهدر سقة المواطن الإسرائيلي تجاه حكومة الحرب في أنها الحرب بطريقة صحيحة وأنها لا يمكن أن تكون في يعني توفر الأمان للمواطن في الداخل الإسرائيلي بالتأكيد التعمية التي يقومها الاحتلال على الإعلام بشكل رسمي والرقابة العسكري تجعل أن معلومات حول مثل هذه العملية أو صريخ محدودة حتى لا يكون هناك تأثير شكل كبير جدا على الشارع الإسرائيلي لكن نحن نتابع مجموعات أو التواصل الاجتماعي الإسرائيلي يتم تسريبها يصورها المستوطنين أو سكان هذه المدن وبالتالي تصل هذه الفيديوهات إلى مواطنين داخل دولة الاحتلال يؤثر عليهم أقل تقدير نفسيا عندما يتحدث التقارير حتى داخل المشافي الإسرائيلي أن هناك تأثير نفسك كبير جدا على سكان دولة الاحتلال عندما في لحظة مثل هذه اللحظة في ساعات متأخرة من الليل في الساعة الثانية والنصف قبل قرابة أقل من ساعتين يتم طبعا اطلاق صواريخ اطلاق صواريخ اندارات في كل مكان الهروب إلى الملاجئ متحدث عن 2 مليون نصف هربوا إلى الملاجئ قبل ساعة ونصف هذا يعطي حالة من حالة الإرباك وحالة عدم الرضا لكن كل ذلك كما أشارنا للأسف الشديد في هذا المجتمع لا يحركوا باتجاه أن يطالب بإسقاط حكومة التنية أو الذهاب إلى وقف هذه الحرب هذا الأمر يحتاج إلى أن تتحول شعورهم بعدم الأمان إلى محاولة كما حدث في حرب 82 عندما خرجوا اعتصم في الطرقات وقفها الاحتلال لإسرائيل الحرب في جنوب لبنان لأنها كانت الأثمان كبيرة وكان قتلهم يأتوا في حين بالمئات الآن هذا مطلوب بشكل أو بآخر أن يقتنع سكان دولة الاحتلال بأنه آن الأوان لأن يوقفوا في هذه الحرب من خلال أن يخرجوا باعتصامات لكن حتى الآن أنا لا أراهن بصراحة لا أراهن على هذا المجتمع الذي أعرفه جيدا أشكرك إذن حول كل تلك التفاصيل من استوديوهاتنا في العاصمة المصرية القاهرة الدكتور أيمن رقب أستاذ العلوم السياسية أشكرك شكرا جزيلا إلى هنا تنتهي معكم هذه التغطية الإخبارية المباشرة حول آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأيضا التطورات في لبنان من خلال الاستدافات الإسرائيلية المستمرة على غزة وعلى لبنان هنا القاهرة الإخبارية شكرا لكم وإلى ملتقى اشتركوا في القناة